دولتان عربيتان تواجهان اخطارا ومآسي في الشهور القادمة توقعات ميشال حايك الليلة على قناة الابيض مرحبا بكم متابعين الكرام هذه حلقة جديدة من حلقات قناة الابيض مع نسترادمس العرب ميشال حايك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ارى ان الاردن سوف يشهد خلال العام الجديد رفضا ومشاكسات ومطالبات جريئة الاردن سوف تصدى لمحاولة تهدف لزعزعة الحكم الملك رانيا سوف تفاجئ كل الجماهير العنصر النسائي في الاردن سوف يشهد بروزا كبيرا خلال العام الجديد على مستوى المحافل الدولية الدبلوماسية الاردنية ستكون مهدتة من الداخل والخارج ظهور احداث مفاجئة تخص قاعدة حميميم ظهور حواجز ضخمة بوجه سامر الفوز خلط اوراق اللواء على المملوك من جديد سيناريو عسكري استثنائي في سوريا يطال الذين كانوا مستبعدين ان يطالوا ايران مجبرة على مغادرة سوريا الحكومة السورية تطلق عددا كبيرا من الموقوفين فاروق الشرع الى الواجهة من جديد عودة شخصية سوريا بارزة من المنفى الى الحكم في سوريا ورشة دستورية اصلاحية واسعة يظهر فيها ليونة الرئيس الاسد بشكل ملفت من خلال ممارسة صلاحيات واسناد صلاحيات اخرى لمسؤولين اخرين اعادة النظر في القانون رقم عشرة وزوبعة تخص مفتي سوريا الشيخ بدر الدين حسون اليونيفيل في ورطة مشهد غير مألوف في سماء لبنان بشجاعة يتعاطى النائب طوني فرنجيم على غم قصة سركيز سركيز لم تنتهي عمل جريء يتسبب بتوقيف ممثلين ومخرجين احدى المناسبات ستكون ثقيلة على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلات نهار رياضي مأساوي وسقوط رمز اساسي من رموز الطائف هلع وتدافع في سوق الاحد تعكروا الاجواء في عكر مناصر سمير جعجع في مشهد ثائر بدء العد العكسي بمصير الفنان فضل شاكر شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لم ينتهوا كشفوا محاولة لدك تحصينات الملك سلمان وولي العهد السعودي في الحكم اوامر ملكية من فئة الالف تخص الساحة السعودية اهتمام عالمي بمبنى وزارة الداخلية الامير محمد بن سلمان يخرق قرار الكونجرس الامريكي المفاجأة تحمل اسم تركي الشيخ مراكز القوى السعودي عين على محمد بن سلمان وعين على خالد بن سلمان انقلاب المعادلة وعودة احد الامراء المستبعدين الى الحكم من جديد متابعة شعبية واسعة الى برصة احد لاعب كرة القدم السعودية حدث في كرة القدم السعودية يرفعها الى العالمية احد الاعراس الدولية في السعودية سيكون حديث الناس طائرة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق يتردد بقوة اسم عبد العزيز الفضل الحارس الشخصي للملك سلمان جامعة الاميرة نورا الى الاضواء محاولة اغتيال احد افراد العائلة الحاكمة في السعودية يتحول احد الاعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفضاعة بالموضوع هو الاسدوب الذي سينكشف فيه هذا الامر والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الامير محمد بن سلمان ما يشبه لقاء قمة الاقترب في الحرم المكي تصفية حسابات داخل الحرم المكي هاجس الانتقال غير السالس لمقاليد الحكم سيجعل الامير محمد بن سلمان في سباق مع الوقت باتجاه العرش يسخن ويولع ويجمر احد الملقات لتخطى حدود الحرب الباردة بين بايدن والامير محمد بن سلمان كل شيء سيكون متغير في الرياض خبر وعبور صحن طائر في السماء يهز المملكة العربية السعودية والمنطقة رمز ديني سعودي يعبئ المشهد الملك سلمان يفاجئ المملكة والعالم وترقبوا جريمة كبيرة جديدة ذات صلة بمطار بغداد واغتيال ديني يهز ويحرك الشارع خطة واكبر في سجن عراقي جاعي دور البرلمان العراقي والصورة رمادية تميلوا للسواد مفاعل النهضة الثقافية والفنية والجماهرية ستتغلب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية ضجيج إعلامي عالمي محوره الأثار العراقية طائرة لها علاقة بالكويت تثير الجدل أمير الكويت يقاوم بصلابة يفوز ولي العهد بأكثر من امتحان ويعكس النتائج تبادر الكويت لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة من الفساد السياسي المياه تحاصر الكويت يقوم رئيس مجلس الأمة بعمل استثنائي لإظهار حقائق من خلال كشف المستور فطح مخططات من صنع أحد الدول هدفه إثارة الفتنة في الكويت من جديد ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية قضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت تحاط بقرارين خطيرين تحبس الأنفاس في مطار ليبي عملية تتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية في المسار الليبي يلاحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر قذافي من قلب مشاهد النار والدمار ستعج الصحراء الليبية بالسياح الأجانب القضاء يطلب النجدة من بين الألغام يعبر المشير حفتر إلى مرحلة المساواة على ملف الرئاسة عملية خاطفة لإزالة أحد المرشحين للمنصب الرئاسي يخوض سيف الإسلام معركته الرئاسية بظهر مكشوف ورغم حظوظه الكبير والعالية يبقى معدل الغدر عاليا اهتزاز عالم المال والبرصة في تركيا أفق حدث يحرك ملف عبدالله أجلان بطريقة غير عادية يضج العالم في قصة حول مصير أسما بل لاد من جديد عملية انتحارية بين طائرات وأرض ومطار عيد العشاق يلبس طابعا آخر غير طابع الحب الأهداف الإرهابية ستركز على دور الأزياء والعطور المشورة في العالم كاريزما رئيس حكومة كندا سترفع برصة الخطر عليه رصد غيمة نووية غير بريئة انفجار بركان الشعب الفنزويلي احتجاز رهائن في المطارات بريطانيا تتعرض لخطر من معالم البشرية والثقافية تؤدير الخطر عالم داعش يدخل عالم الموضة الإرهاب يطال سفينة ضخمة في فرنسا فصل رابع من فصول الإرهاب والتركيز على معالم دينية إسلامية ومسيحية نقطة تحول في الانتخابات الفرنسية انذار لديزني لاند بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي وخطة في عالم الطيران الألماني استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب كرة القدم الإيطالية تتصدر الأحداث فضيحة في إيطاليا في أكثر من مجال واحتجاجات شعبية الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني سيعاد فتحه من جديد أول صدمة للصين من عالم الفضاء ينشغل الرئيس الكوري بنفسه بدل أن يشغل العالم بنفسه وطلب الحماية الأمريكية والصحية للشخصيتان من الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح قاس على روسيا هيلاري كلينتون في كلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالأرض إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء